خليني أقول لحضراتكم أنه كابتن خطيب طبعا الرجل لم يغب أبدا حقيقة عن أي بطولة شاركت فيها أو أي رحلة خارجية شارك فيها النادي الأهلي لكنه في البطولة الخاصة بكسل عالم للأندية طبعا مش هيكون مصاحب للبعثة لأنه طبعا عنده معاد مع البروفيسور الأجنبي اللي بيتابع حالته الصحية فبالتالي هيكون مش موجود مع الفريق وتم تكليف طبعا المهندس خالد مرتجع عشان يكون رئيس بعثة الأهلي في الإمارات في نفس التوقيت برضو اللي بالمناسبة كان فيه خطاب طبعا ودعوة رسمية وجهات من اتحاد الأفريقي لكابتن محمود الخطيب عشان يحضر نهائي بطولة الأمم الأفريقية ولكن الحقيقة يمكن كابتن محمود الخطيب أرسل النهاردة خطاب وجهه الباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتذر فيه طبعا عن عدم تلبيت الدعوة اللي وجهها له الكاف عشان يحضر فيها مبارات نهائي أمم أفريقيا اللي كانت هتتلعب يوم ستة لنفس السبب طبعا منع كابتن خطيب من رئاسة بعثة النادي الأهلي في بطولة كاس العالم الأندية والحقيقة يمكن رسالة كابتن خطيب كمان وجه فيها شكر لأعضاء الاتحاد الأفريقي وكل القائمين عليه وتمنى ليهم التوفيق فيما يتعلق طبعا بخدمة الكرة الأفريقية اشتركوا في القناة